ياه البيت مبهدل وما فيش اكل والبيت بقى حلو صعب قوي الله يرحمك يا سهير يا حلا يا حلا نعم يا باب اتغديت يا حبيبتي ولا لا لا يا باب ولا حتى فترت البيت ما فيهوش اكل احنا مش عارفين نعمل ايه طيب يا حبيبتي تعالي نخرج جناوين تنتغدى برا ماشي يا باب يلا بينا يا حبيبتي نركب العربية يا يا باب ده انا كنت جعانة جدا بالهانة والشفة يا حبيبتي يارد بقى يا باب انا عادي على السوبر ماركت واحنا راجعين عايزين نشتري اكل نشيله في التلاجة عشان اما بترجع من الشغل مش بتلحق دائم الاكل وانا مش بقى رفاعمل حيجة حاضر يا حبيبتي يلا بقى نخلص اكل ونروح على السوبر ماركت ايه ده استاذ علا دي فرصة صعيدة قوي ازايك يا نادا اهلا يا استاذ كميل دي بنتك ايوه دي حالة بنتي ماشا الله دي امر قوي ازايك يا حبيبتي عاملة ايه الحمد لله يا تانت كويسة ازايك يا حالة انا اسمي نادا انا مبسوطة ان انا تعرفت عليكي واحنا كمان يا حبيبتي مبسوطين ان انا شفناكي نسيبكم بقى تشتروا اللي انتو عايزينه احنا خلاص كنا ماشيين ماشي يا استاذ علا مع السلامة مع السلامة يا نادا مع السلامة يا حالة استنى بقى يا بابا ما جيب عربية احنا كده اشترينا كل حاجة ناقص حاجة حبيبتي لا يا بابا خلاص مش محتاجين حاجة طيب يلا بين الحاسب احنا اشترينا حاجات كتير قوي يا بابا وملنا المطبخ ايوه اشترينا حاجات كتير طاعد معنا الكاميون يلا نحط الحاجات هنا بقى في المطبخ وتعالي عشان عايز اتكلم معك في موضوع موضوع اي يا بابا تعالي بس قاعدي نعم بقى يا بابا موضوع ايه اللي عايز تكلمني فيه ايه رأيك في طنطعولة وندى بنتها طنطعولة وبنتها زوء جدا يا بابا وبين عليهم طيبين قوي وكويسين ياردنا قابلهم تاني عشان بقى انا وندى اصحاب طنطعولة ظروفها زي ظروفي حبيبتي يعني هي كمان جزها مات وندى بنتها يتيمة انا كنت عايز افتحك في موضوع بس بصراحة كنت قلقان انا عايزة تجوز طنطعولة وتيجي تعيش معنا هنا هي وبنتها انت شايفة حالنا عامل ازاي بعد موت مامتك مش عارفين نعيش كويس الدنيا ملغبطة معينا خالص انت عايزة اهتمام ورعاية احنا محتاجين حد يهتم بينا انا مش عارف اهتم بيكي ولا بالشغل لازم واحدة تيجي تاخد بالها مننا ومن البيت وبصراحة طنطعولة ست كويسة جدا وندى منتها مؤدبة انت وندى هتكونوا اصحاب واخوات هو انا بصراحة يا بابا مش عارف اقول لك ايه في موقف زي ده بس اللي تشوفه حضرتك صاحب القرار يعني حضرتك اللي لازم تقول يعني انت يا حبيبتي مش هتبقى متضايقة مش عارفة يا بابا تصبح على خير بقى لشان انا عايز انام وانت من اهل الخير يا حبيبتي معقول معقول حالة تكونت دايقت من كلامي انت لسه نايمة يا حبيبتي طيب انا رايح الشغل معقول يا بابا عايز تتجاوز واحدة تانية غير ماما بس تنطعولة باين عليها طيبة صباح الخير يا استاذ عولة صباح الخير يا استاذ كميل استاذ عولة انا عايز اكلمك في موضوع خير يا استاذ كميل توافق تتجاوزيني يا استاذ عولة والله يا استاذ كميل ظروفك زي ظروفي بس بصراحة انت فاجئتني لكن انا هقولك انا موافقة لاني متأكدة ان انت انسان كويس وهتعامل نادة بنتي زي بنتك بالضبط وحالة وندة يبقى اخوات خلاص يا عولة الفرح الخميسة اللي جاي يلا يا عولة ادخلي بيتك ادخلي يا نادة نورت بيتك يا عولة مبروك يا باب مبروك يا طنت عولة شكلك حلوة قوي يا طنت يا حبيبتي يا عولة هقبالك اما تبقى احلى عروسة يلا بقى عايزكي تاخدي نادة توريها قدتها وفرجيها على البيت انتو المفروض من دلوقتي تبقى اخوات حاضر يا طنت عولة يلا تعالي معايا يا نادة هنتلع فوق اوريكي قدتك ماشي يا حلوة يلا بينا مالك يا حلوة انا شايفاكي مش مبسوطة انا عارفة ان انت متضايقة اكيد عشان باباكي تجاوز واحدة تانية بعد مامتك على فكرة انا كمان زهلانة ان ماما تجاوزت واحد تانية بعد بابا بس هنعمل ايه الحياة مش بتقف على موت حد لازم نعيش اللحظة قبل ما تعدي دي حياتنا الجديدة يا حلوة لازم نتعود عليها يا يا نادة ده انت طلقة فيلسوفة كبيرة بقى هاكاكاكاكاكاك release طبعا طبعا يا ابنت تبشوفي حكا دحقتك ازاي ابقى فيلسوفة طبعا متزهليش نفسك بقى يا حلوة اهم حاجة ان احنا هنكون اخوات ومع بعض بدل ما انو حيدة وماليش اخوات وانتي كمان وحيدة ومالكيش اخوات عندك حق يا نادة احنا هنكون اخوات ونبقى دايما مع بعض كمال كيمو اسحي يلا عشان تروحي الشغل انا حدرت الفطار صباح الخير يا عوالة ألبس وجهز عشان تفتر اما اروح بقى صحي البنات حاضر هقوم ألبس وجهز وانزل لكم حالة يا حالة يلا يا حبيبتي اسحي الفطار جاهل حاضر يا طنت انا هصحى وقوم اهو ندا يا ندا يلا اسحي اسحي عشان نفتر يلا عمو كمال وحالة صحيو يلا انت كمان حاضر يا ماما هقوم نقرر على الفطار الجميل ده يا طنت من زاية ماما ماتت واحنا مفترناش فطار حلوة كده خلاص يا حبيبتي انسي الايام القديمة دي طول ما انا موجودة مش هتحسوا باي نقص في اي حاجة كل اللي انتو محتاجين وهعمله ربنا يخليكي لنا يا علا فعلا البيت كان مضلم وانت نورتيه متشكرة قوي يا كمال ربنا يخليك لنا بقى الفهانة وشفى يا حبيبي خلاصة مش بعد ايه رأيك يا ندا نطلع نلعب في الجنينة ماشي يا حالة يلا بينا شايفة يا علا البيت واعمل الغداء هما اطلع بقى قردت بقوة دي البنات حالة يا حالة نعم يا باب هعند ليك مفاجأ يا حبيبتي انا جبتلك سكوتر حلوة قوي هو فين يا باب في العربية يا حبيبتي ثانية واحدة اجبهولك شكرا يا باب ده حلوة قوي يا ندا يا ندا نعم يا عمو كمال بتنادي علي وقف بعيد لي كده يا حبيبتي وزعلانة على فكرة انا جبتلك سكوتر زي اللي جبته الحلوة بالزبط ايه ده يا عمو جبتلي انا كمان سكوتر زي ده ايوة يا حبيبتي طبع انت فكرة ايه يعني هشتري الحلوة وانت لأ انت زيك زي حلوة كأنك بنتي بالزبط طب هو فين اللي سكوتر في العربية استني اجبهولك ايه رأيكم بقى ربنا يخليك هنا يا بابا شكرا يا عمو ده احلى هدية جاتلي يا يا كمال انت جبت سكوتر هدية لنا ده زي اللي جبته الحلوة بالزبط انت فعلا طيب قوي ربنا يخليك ليهم يا كمال وتعيش وتجيب لهم احسن حاجة يا طرى مين اللي بتصل بي ايه ده ده الشركة اهلوة ايه ايه حريق في الشركة ازاي طيب طيب انا جاي حالا ايه ده حصل حريقة في الشركة ما هقول انا لازم اروح الشركة دلوقتي طيب هاجي معاك يا كمال لا لا خليك انت هنا مع البنات وبعدين انت واخد اجازة اللي هيرجعك الشركة انا هروح ومش هتأخر ان شاء الله تبقى حاجة بسيطة ماشي يا كمال خد بالك من نفسك يا رب تكون حاجة بسيطة ان شاء الله يا حالا تبقى حاجة بسيطة تعالي بقى نلعب بالسكوتر في الجنينة لحدا مع عمو يرجع ماشي يلا يا نادا يا رب بسطر يا رب اقالو ايو انا علا بتقول لي ايه اتخنق من الدخين ونقروا المستشفى طيب طيب انا جاي حالا يا حالا يا نادا تعالوا بسرعة ممكن لو سمحت تقول لي المريض اللي جاء من شوية بسبب الدخين اخبروا ايه للأسف يا مدام الاستاذ كمال اتوفى بسبب الاختناق البقاءة لله ايه مش ممكن مش ممكن ابدا مش ممكن انت بتوليه يا دكتور لا انا عاكد اشوف بابا انا عاكد اشوف بابا انا قذف يا علا على اللي حصل للاستاذ كمال الله يرحم هو وافراد من الشركة الاستاذ كمال كان مجتهد في شغله والشركة هتعوضكم بمبلغ كبير تقدير لللي عملوا مع الشركة اتفضلي يا استاذها علا ده شيك بمبلغ هيكون من نصيبك اتفضلي وده شيك بمبلغ هيكون من نصيبك انت يا حالا وانا هعمل ايه بالفلوس هترجع لي بابا يعني انا مش عايز الفلوس انا عايزة بابا انا عايزة بابا خلاص يا حالا اما نرجع البيت نبقى نتكلم في موضوع الشيكات ده اديني شيك يا حضرة المدير اتفضلي يا استاذ علا خلاص يا حالا متعيديش ده عدر ومكتوب يعني انا كده فقدت بابا وماما بقيت يتيمة طيب تعالي نطلع ننام انت تعبانة طول اليوم وما بطلتش عياط هو انا هجي لنوم ازاي على انت هتفضلي حزينة كده انت ما بطلتش عياط من المبارك انا حزينة قوي يا ناد طيب ايه رأيك نعمل اي حاجة تنسيك الحزن اللي انت فيه ده فيه ايه يا بنات ملكم انت هتفضلوا قاعدين زعلانين كده هو بتعياته انا مش بحب الحزن والزعل ده هو النكد هانا اكتر حاجة بكرههم يلا عشان تفتري يا نادا نادا يا نادا يلا تعالي عشان نفتر ايه ده هي ليه طنت ولا ما قالت ليش افتر معاهم لا تعالي يلا عشان تفتري معاني مليش نفسي يا نادا تبيها يا نادا هي مش غريبة هااول اما تجوع هتأكل نفسها هتكلم من يا مام هكلم شركة يا حبيبتي تيجي تاخد العفش القديم ده وتجيب لنا عفش جديد ايه اللي بتريد هيا طنت ينفع كده ده بابا لسه ميت وانت بقى اللي هتعرفين الصح من الغلط وايه اللي صح وإيه اللي مايصحش انت تعودي هنا من غير كلام خالص وتسمعي كل اللي اقوله فهمة ليه كده بس يا ماما ده باباها وهي زعلانة عشانه يعني كان لازم تغير العفش دلوقتي ها ايوه انا مش بحب النكد والزعل معلش يا حالة ما تزعليش ماما طبعها صعب جدا من زمان انا مصدومة من اللي بيحصل مش مصدقة نفسي بقى هيا دي طنت ولا اللي كانت بتعملني كويس ما كان بابا موجود دي تغيرت قوي يا نادا يا نادا ماما بتنادي علي ما شوفها عايزة ايه ايه يا نادا انت ايه اللي مقعادك مع البنت دي مش قلتلك متعوديش معاها ازاي بس يا مام انت عارفة ان حالة انا بعتبرها زي اختي بالزبط الا اقولك عليه يتسمع ويتنفذ فهمة ولا لأ ما اقولك ما فيش اكل في المطبخ خالص التلاجة فاضية طنت عالك هو فين الاكل هااكل ايه هو انت صغيرة اعملي لنفسك انت بتسأليني انا مش الخدامة بتاعتك عندك حق يا طنت انت مش الخدامة بتاعتي تب ممكن تديني فلوس من بتاعت بابا الشيك بتاعي اللي المدير سبهالي هاشتري منها كل الحاجات اللي انا محتاجيها فلوس ايه اللي انت بتسألي عليها انا حجازت العفش الجديد بالفلوس كلها وبعدين اصرفي على نفسك بقى انا مش بصرف على حد ليه كده يا ماما بتكلمي حالة بالطريقة دي ليه والله ده اسلوبي وده طريقتي لو مش عجبها هتمشي يا ماما ليه بس كده دي يتيمة ومسكينة ملهاش حتى خالص مالا انا نزلت عملتلك الصندويتشات دي ماما كانت شايلها ما تعمليش كده تاني يا ندا مامتك لو شافتك هتعاقبك مش مهم بقى المهم ان انت تأكل يلا خد الاكل ده قبل ما تشوفنا ماشي شكرا يا ندا انا كنت جعانة جدا انا هطلع بعد الوقت برا لقودة عشان ما تعرفش ان انا كنت عندك يلا يا ندا تعالي معايا هنخرج نشتري شوية حاجات من برا هما رحوا فين هما مش موجودين ولا ايه هما خرجوا فعلا مفيش حد في البيت يا ترى يا تنت انت شايل الفلوس فين تنت على ايه ده انت بتعملي ايه في قطي يا حرامية ايه مش تلاقي برا يا خبر ايه ده هي ماما صوتها عالي ليه كده وبتزعق لحالة هي حالة في قدت ماما انت تطلعي برا ما تستنيش هنا ابدا لا يا ماما ما تدر دهاش حرام عليك ما تزعليش يا حالة وما تمشيش يا يعني بعد ما كنت عيشة في بيت بابا دلوقت عيشة في الملجأ حالة انا افضلت ادور عليك في كل مكان لحد ما عرفت ان انت هنا بلاش تيجي هنا يا نادا عشان مامتك صعبة قوي لو عرفت ان انت جتيلي هنا هتحبسك في البيت ومش هتخرجك ابدا مش قادرة سيبك يا حالة ازاي سيبك في ظروفك دي انت ما عندكيش اب ولا ام ماما اسلوبها صعبة قوي ياريتني اجا عيش معاك هنا وارتاش لا يا نادا دي مامتك مينفعش تسيبيها ياريت مامتي كانت عيشة هاكيد ما كنتش هتبهدل كده هفضل جنبك ومعاك يا حالة لاخر العمر مش احنا اخوات صح طبعا يا نادا احنا اخوات انتي طيبة قوي يلا يا نادا ارجعي بقى البيت عشان منطق ما تقلقش عليك ولو عرفت انت جتي هنا مش هيحصل لك كويس يلا ماشي يا حالة وكل لما ماما تخرج هبقى جزورك هنا سلام مع السلامة يا نادا اه 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 ايه ده ماما يا ماما يا ماما أما اتسل بالإسعاف بسرعة أرجوك يا دكتور تم مني ماما عاملة إيه للأسف يا بنتي ماما هتفضل في العناية المركزة كم يوم لأن صحتها تعبانة يا حبيبتي يا ماما هتعد كم يوم تبينفع شوفها يا دكتور للأسف مش هينفع تشوفيها دلوقتي أما تخرج من العناية رفت يا حالة إلا حزن لماما إلا حصلها يا نبي أغمى عليها مرجعة البيت ونقلتها المستشفى والدكتور قال إن هي في العناية وحالتها خطيرة يا حبيبتي يا ندا أنا هفضل جنبك لحد ما مامتك تخف ومش هسيبك أبدا أنت اللي بتقولي كده أيوة مش ممكن أسيبك مش أنت قلت إن احنا أخوات يبقى لازم أفضل جنبك أنا كمان هروح معاكي المستشفى هتيجي معايا المستشفى بعد اللي عملته فيكي مش مهم اللي عملته فيك المهم ما نعايزها تخف عشان أنت ما تبقيش دعلاني وكمين ما تبقيش زي لا أب ولا أم ممكن يا دكتور تقولي ماما أخبرها إيه النهاردة الحمد لله هي أحسن هي فائد دلوقتي تقدر تشوفيها حمد لله على سلامتك يا ماما حمد لله على سلامتك يا طان طعولة إيه ده ندا بنتي يا حبيبتي وحالة أنت يا حالة جاية تزوريني بعد اللي عملته فيكي سامحيني يا حالة أنا كنت بشوف الموت الحمد لله أني فضلت عايشة عشان أطلب منك تسامحيني أنا أسفى عن اللي عملته فيكي أنا فعلا كان ممكن أموت وندى تبقى زيك من غير أب وأم أنا غلطانة لازم ترجعي تعيشي معنا في البيت تاني أنتي وندى إخوات مش عايزة حاجة تفرقكم عن بعض أبدا سامحيني يا حالة أرجوكي ما سامحك يا طان يعني هترجعي تعيشي معنا في البيت أيوة يا حالة لازم ترجعي تعيشي في بيتك تاني ده بيتك مش بيتنا إحما هأرجوك يا حالة يا بنتي هارجعي خلاص يا طانت هأنا هارجع